البداية مع تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اتصال هاتفي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون وتم خلال الاتصال مناقشة ملفات التعاون بين البلدين ايضا مناقشة عدد من القضايا الاقليمية منها الاوضاع في ليبيا وتم التوافق على ضرورة تفعيل ارادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا